في الترمذ ومسند أحمد من حديث أبي كبش الأنمار عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل عنده مال وعلم يعرف كيف يخرج الزكاة يعرف ما هي النفقات الواجب عليه يعرف ما هي مراتب الصدقة يعرف ما هو الأحوج والأنفع والأشمل أثرا بالعلم هذه الاعتبارات السبق اللي ذكرنا الثلاثة في الصدقة هذه من نتيجة إيش العلم في ناس عندهم أموال بس مزاكين يعني يجيب ممكن ينفق ملايين في عمل يعني يعني عمل مال وبصرحة كبيرة ما عنده علم فقه ما فيه ولا رزق بواحد طالب علم يدله عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل أبو بكر الصديق عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية طبعا هذا محل الشاهد من الحديث بالنسبة لموضوعنا يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان بنيت المساجد ودور الأيتام وحججت المسلمين الفريضة وأنفقت في سبيل الله والأربطة وأنفقت في نشر العلم والدعوة إلى الله وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتق فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث هذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان خلص رحت شريت طيارة خاصة وفطرت في مدري فين وتغديت مدري إيش ورحت في مدينة كذا ورحت الملاهي والبارات ومدري إيش واتخذت من العشيقات وسويت كذا وحطيت يخت في عرض البحر فيه خمر ونساء يلا مثل فلان سويت مثل فلان من الفسق الفجرة أرباب الأموال ورحت القمار وعملت وعملت وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان هذا المسرف المبذر مرتكب المعاصي بالمال فهو بنيته فوزره ما سواء طب هذا لا قامر ولا راح مع الممسات ولا أنفق في الخمور الفاخرة ولا لبس الحرير وهو طبيعي وهو رجل ولا فعل ولا فعل ما عنده مع ذلك قال فوزره ما سواء هذا عمل القلب فأخبر عليه الصلاة والسلام أن وزر الفاعل والناوي الذي عزم سواء لأنه أتى بنيه ومقدوره التام من هذا الباب من كان له ورد يصليه من الليل فنام ومن ليته أن يقوم إليه فغلب عينه نوم كتب له أجر ورده وكان نومه صدقة عليه من ربه ومثله المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله متعوذا عليه اعتاده فشغل عنه بالمرض أو السفر كتب له مثل عمله وهو صحيح مقيم ومثله هذا الحديث من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ونظائر هذا كثيرة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى وإنما لكل مرئ ما نوى من أعظم التجارات الرابحة مع الله تجارة النيات هذه بس احتاج لفق تجارة النيات هذه يعني تجيب لك حسنات وأنت ما ما عملت طبعا غير الأشياء التي تعملها فيصيل عندك مصدران يعني الأعمال الصالحة والنوايا الصالحة